عشرات النساء والأطفال تم اعتقالهم بتهمة ترويج وتعاطي المخدرات هذا ما أشارت إليه آخر إحصائية لوزارة الداخلية أخصائيون في الطب المجتمعي يؤكدون أن الدراسات البحثية المتعلقة بالمخدرات أشارت إلى أن النساء والأطفال من الفئات الاجتماعية الأكثر عرضة لمخاطر التعاطي نتيجة وجود مشاكل أسرية قاسية فرص العمل عده نشبيهه والاستقلالية الاقتصادية ضعيفة فالفقر والموت الأكبر يدفع علما للجنوح حول التخلص من هذا الألم شنوه التخلص من هذا الألم؟ يروحا إلى عالم المخدرات قاطرة واحدة تنقن من حال إلى حال هي قاطرة البحث العلمي السلطات الأمنية تقول إن عصابات المخدرات باتت تستخدم أساليب جديدة في التسويق تستهدف شريحتين النساء والأطفال باعتبارهما الأكثر ضعفا وقابلية للإبتزاز وتتحدث السلطات عن خوضها مواجهات مسلحة مع تجار ومروجي المخدرات مؤكدة أن الحرب على المخدرات ليست أمنية فقط وإنما برامج توعوية للتعريف بمخاطر المخدرات وتأثيراتها المتابعة المستمرة من القبنة مع الأخ مدير المخدرات بالمحافظة بالتنسيق مع مديرة الاستقبارات مكافعة الإرهاب الجهد الفني الذي موجود عندهم الفريق التكتيكي الذي موجود الكاميرات التي موجودة متابعة العجلات التي يستقلها هؤلاء الأشخاص وبالتالي سيكون عملية القائل قبض من دون مواجهة المرأة لها دور كبير من المجتمع هي المدرسة وهي المربية اليوم إذا وصلت هذه الآفة السمية وهذا الموضوع إلى المرأة أكيد راح يكون هناك عواقب سلبية كثيرة في المجتمع وتؤكد وزارة الداخلية العراقية أنها تبنت استراتيجية متعددة الأبعاد لمكافحة المخدرات عبر بناء قاعدة بيانات ومعلومات رئيسة عن أماكن وجود التجار ونشاطاتهم وطرق عبور المواد المخدرة ومرورها بالبلاد بالتزامن مع إجراءات أمنية عليا قضت بدعم وحدات مكافحة المخدرات ومديرياتها العاملة في عموم المحافظات كانت نتائجها تفكيك شبكة متخصصة للمتاجرة بالمخدرات فيد هوك ضمن عملية نوعية دقيقة ويسعى نواب إلى تعديل قانون المخدرات رقم خمسين والذي تم تشريعه في العام الفين وسبعة عشر عبر الفصل بين الأحكام والعقوبات وتجديدها على المتاجرين والمروجين وأرسال المتعاطين إلى مراكز تأهيل باعتبارهم ضحايا لشبكات تجارة المخدرات أحمد الحسناوي الحرة بابل